أصعد الله أوقاتكم بكل خير بنشرة الأخبار المجزة سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى خمس حالات وفاة دعا حزب الخضر الشريكة في الاتلاف الحاكم بالنمسا إلى تجشين مبادرة أوروبية لقبول اللاجئين الأفغان لأسباب إنسانية وذلك في صدام مباشر مع سياسة المستشار النمساوي سباستين كوتس وقال بيان للحزب يجب أن تركز جهود النمسا داخل الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدات في أفغانستان ورعاية اللاجئين في البلدان المجاورة والإجلاء الفوري لجميع الأفراد الذين يخافون على حياتهم دعيا إلى توفير ملاذ أمن للأشخاص المعرضين للخطر مثل النساء والأطفال ونشطاء حقوق الإنسان وفي موضوع متصل دعا الحزب لمظاهرة في فيينا ضد عمليات الترحيل وضد وزير الداخلية كارل نيهاما وذلك في ساحة مينوغيتن بلاتس بين وزارة الداخلية ووزارة الاندماج والمستشارية الاتحادية أكدت النمسا تضامنها مع لتوانيا في معركتها ضد النظام البيلاروسي لا سيما في موضوع الهجرة غير الشرعية وذلك أثناء زيارة وزيرية الداخلية والخارجية إلى لتوانيا وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية من أجل تعزيز التضامن النمسوي في المعركة ضد استغلال واستخدام النظام في بلاروسيا للمهاجرين كوسيلة للضغط انتقاما من عقوبات الاتحاد الأوروبي فإن النمسا تدعم لتوانيا من خلال زيارة الوزيرين إليها وتشير آخر الأحصاءات الرسمية إلى أن 4100 مهاجر عبروا الحدود الليتوانية البيلاروسية منذ مايو الماضي معظمهم من العراق والكونغو والكاميرون وغينيا وأفغانستان وتعد ألمانيا والنمسا من أكثر البلدان جذبا للمهاجرين غير الشرعيين قال المستشار النمساوي سباستيان كوتس في اتصال هاتفي مع رئيس النظام الإيراني الجديد رئيسي نحن نعمل بأن تنجح إيران في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها وآرب كوتس عن قلقه بشأن تطورات الأخيرة في أفغانستان كما أشاد بكرم الطيافة التي جسده النظام الإيراني فيما يخص إيواء المهاجرين الأفغان حسب قوله وتطلع كوتس إلى استمرار هذه المشاورات مثمنا دعوة رئيسي له بزيارة طهران أكد رئيس النظام الإيراني رئيسي بأن تراجع حجم التبادل التجاري بين طهران وفيينة لا يستند إلى أي مبدأ وليس له أي مبرر منطقي دعيا إلى ضرورة الحفاظ على مصالح البلدين وعدم السماح للمغردين بتمرير مؤامراتهم الرامية إلى المساس بهذه العلاقات العريقة حسب زعمه أعلنت وزارة الصحة النمسوية اليوم أنه قد تم تحسين ما يقرب من 58% من سكان النمسا بشكل كامل ضد فيروس كورونا لكن جزءا كبيرا لا يزال مفقودا لمعدل التطعيم المستهدف والبالغ 80% لتحقيق مناعة القطيع في البلاد وذلك بعد انخفاض الإقبال على اللقاح وقالت الوزارة أن الأرقام الحالية لا تدعو للتفاؤل في حين أن متغير دلتا الأكثر عدوى سيتسبب في بدي موجة رابعة في الخريف لذلك فإن حملة التلقيح في البلاد قد توقفت بشكل واضح ففي بداية شهر يوليو كان يتم تطعيم ما بين 80 و90 ألف شخص يوميا وانخفض العدد إلى حوالي 20 ألف لقاح في الأسبوع الماضي وهذا يعتبر مقلقا بشكل خاص لخبراء الصحة وقال علم الأوبئة هيابي نظرا لعدم التحول إلى قاعدة جي أينت وبسبب كثرة المتشككين من التطعيم لن يتحسن الوضع الحالي بدون تدخل سياسي أعلنت حكومة فيينا عن تجديد الإجراءات في العاصمة بعد الاتفاع المتزايد للإصابات فيها واعتبارا من الأول من سبتمبر ستخفض العاصمة الفيدرالية فترة صلاحية اختبارات كورونا إلى النصف ولا يستبعد عمدة فيينا لودفيك المزيد من التجديد في الخريف وسماح فقط للأشخاص الملقحين لدخول المطاعم ومن المهم أيضا أن نوضح للناس أن التطعيم هو الحماية الحقيقية الوحيدة ضد فيروس كورونا وعلى ذلك ستكون اختبارات بي سي آر صالحة لمدة 48 ساعة فقط والاختبارات العادية لمدة 24 ساعة وتنطبق الفترة الزمنية السابقة فقط على الأطفال دون سن الثانية عشر وقال لودفيك أن الأولوية هي لمنع إغلاق آخر متوقعا المزيد من الإصابات بين المسافرين العائدين لذلك يريد زيادة عروض التطعيم في المدينة أمام محلات السوبرماركت أعلن وزير التعليم النمسوي هينس فاسمان خلال زيارة مدرسية بأنه في الأسبوعين الأولين من المدرسة يجب على جميع الطلاب والمعالمين الاختبار ثلاث مرات في الأسبوع بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم ويجب أن يكون أحد هذه الاختبارات اختبار بي سي آر ففي يوم الاثنين سيتم إجراء اختبار سريع واختبار بي سي آر النتيجة يوم الثلاثاء وبعد انتهاء فترة 72 ساعة من صلاحية اختبار بي سي آر سيتبع اختبار أنفي آخر يوم الخميس ثم سيكون هناك فصل بين الملقحين وغير الملقحين ويجب على التلاميذ والمعلمين إثبات الحالة الوبائية بشكل يومي لذلك يجب على أي شخص لم يتم تطعيمه إجراء الاختبار بعد أن تكون اختبارات سريعة صالحة لمدة 48 ساعة واختبارات في سي آر لمدة 72 ساعة وسيتم عرض نتائج الاختبار إلى مدير المدرسة الذي يقوم بدوره بإبلاغ رؤساء الفصل أو معالمية الفصل ويقومون بإبلاغ الطلاب المعنيين كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولنكتمل بالمعرفة زوروا موقعنا على الانترنت infograd.com وتابعوا صفحتنا الرسمية على فيسبوك كنت معكم أنا أحمد إبراهيم إلى اللقاء اشتركوا في القناة